بشكل واضح مجلس إدارة النادي الأهلي شغال في الجانب الإنشائي ده على قدم وصاق من خلال تطويرات في مختلف الأفرع للنادي سواء في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زايد وقريباً كمان فرع التجمع يعني زي ما حضراتكم عارفين كده أو زي ما كمان حضراتكم شايفين لقطات لمقر المقرات المختلفة اللي حتشوفوها دلوقتي النادي الأهلي قبل التطوير وبعد التطوير وده إن ده اللي يدل على المجهود المكسف اللي قام به النادي الأهلي ده طبعاً التطوير يعني مثلاً بوابة النادي الأهلي في مدينة نصر ما كانتش بالمنظر ده لا بقالها فترة طبعاً بعد افتتاحها كانت بمنظر أكثر من رؤعة دي البوابة الخلفية تمام المدخل بتاعها كمان اللي حيتم افتتاحه النهار ده قبل التطوير زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة ده كان المنظر في حتة كانت لازم أنها تتطور كان لازم أن يكون يستغلها النادي الأهلي بشكل طبيعي وشكل جيد وكان في انتظار التصريح اللي يقدر النادي الأهلي من خلالها أنه يشتغل في الجانب ده لكن بخلاف ذلك كان كل النادي ماشي بشكل جيد وكان كل التطويرات واضحة وملموسة للجميع في الحقيقة فكلها لقطات مهمة وأمور غاية في الأهمية أم بها مجلس إدارة النادي الأهلي مدينة نصر مثلا عندك فيها بعض التطورات اللي حصلت تم تكييف صلة الكاراتية تم تطوير إنشائي ومعماري للأصوار زي ما حراركوا أكيد شفتوا تطوير البوابة الرئيسية تم تجديد الحمامات بالمنطقة الاستنسمرية تم افتتاح منطقة جلوس الأعضاء تم افتتاح مجمع حمامات السباحة الترفيئية حاجات كتير جدا أموا بيها في الحقيقة يعني تم تجديد وتوسعة منصالة المسجد الكبير أكاديمية كرة القدم العمل كمان دلوقتي في الفترة الحالية على إنشاء منطقة لجراش السيرات ودي أهم جزئية في مدينة نصر في الحقيقة لازم تكون موجودة وشغال عليها مجلس إدارة النادي الأهلي جاري العمل كمانا على إنشاء صلة جنباز جاري عمل على تنفيذ محلات بأصوار مدينة نصر بخلاف مقر الجزيرة اللي تم تطوير في إنشاء ومعمال الأسوار كمان وكل الأمور اللي موجودة في الحقيقة عايزة حلقة كاملة نتكلم عليها ونتكلم على تطويرات مجلس إدارة النادي الأهلي بخلاف الشيخ زايد وإن شاء الله فرع التجمع قريبا بإذن الله تعالى وإحنا حطينا حضراتكم في الصورة بخصوص هذا الملف تحديدا واجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي في هذه اللحظات وأكيد اجتماع حيمتد لساعات قليلة بإذن الله تعالى خلال المدة اللي جاية وبعدها يتم الإعلان عن كل القرارات والإعلان عن الافتتاحات اللي قاله لنا زميلنا العزيز فاروق صلاح من شوية نروح لفاصل